السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم يا سنة تانية عاملين ايه؟ معاكم زملكم دينا عبدالله فرقة تالتة وان شاء الله هناخد النهاردة المحاضرة سبعة محاضرات الفيسوري. طيب قبل ما نبدأ عايزين يدل زماننا ربنا رحمه مغفر له مسكنه ومفسح جناته. ما تنسهمش من دعوكو يا ولاي. طيب. عايزة بقى وقال لكم خلاص. انتو الميديول بصراحة الميديول لطيف. والميديول الجاي كمان الطف. والميديولين دول بصراحة اسهل ميديولين هيعدوا علي لكم في سنة تانية. فما تقلقوش. ان شاء الله ربنا يسر لكم. وتجيبوا درجات عالية فيهم يعني بازن الله. ما تقلقوش واستعينوا بالله كده وربنا يوفقكم. طيب. قبل ما نبدأ عايزين نفسر العنوان بتاعنا. العنوان بيقول ايه؟ بيقول لك. طيب يعني ايه؟ يعني الكدني ايه هي الحاجات اللي بتعملها عشان تقول لنا مركز او مخف. طيب ايه الكدني هتقول لنا CONCENTRATED او DELUETED هتقول لنا CONCENTRATED لو الجسم محتاج المياه. تمام فهتعمل ايه؟ ايه تمام كمية مية اهVES مع الـ يورين. فكمية الـ بتبقى المياه زيادة عن المياه. فهيعمل CONCENTRATED يوران يورين مركز. طيب دced يورين متى؟ لو الجسم اه في مية زيادة عن حكته. ايها الكدنية هتاخد المياه لديك وانزلها مع الـ stay at the urineه. وهتبقى كمية مياه كبيرة وكمية املاح شايصogâ Armatic الأملاح فايبقى بس هو ده الموضوع طيب قبل ما نبدأ عايزين النفر النفرم بتاعنا اللي احنا زهقنا منه طول الميديول اول حاجة عندنا انا هنا مليش دعو بالحتة دي مش عايزاها انا دهوقتي هبدأ من التبيول البروكزيما لكون فيليوت التبيول ماشي وبعد كده عندنا اللوبوف هنل واللوبوف هنل عندنا جزئين دي السن دينجليم طيب الاسن دينجليم بديك انا هقسمها لجزء سن رفيع وجزء سك اهي بينا في الصورة خاص طيب وبعد كده عندي ايه عندي وبعد كده عندي طيب وانا جيت داكت 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 داك وبيعدي مية تمام املاح اهيه ومية تمام طيب لو جيت على الدسلت بيول مية واملاح طيب ومية واملاح طيب ومية واملاح وحاجة اسمها ايه يوريا ايه مش باين هنا مش هشيل بس بجادي ايه يوريا اهيه جنب المية اهيه تمام اهيه انا ما خدش بالوها طيب ده اللي انا عايز اعرفه في الايه في الصورة دي طيب ايه تاني المحاضرة بتاعتي ايه مليانة اختصارات شوية فاقولوكو على اختصارات دلوقتي عشان متتلغبطوش وانتو بتكرؤوه معي البروكزمال كونفوليت بيول بيختصرها بي تي طيب والديستل دي تي كده تمام كده تمام اللوبوف هنا ال ال اتش طيب لو كان ديستل دي ال اتش طيب 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 ال ا اول حاجة ناخدها في المحاضرة هي الميكانيزم of water reabsorption انا دلوقتي الكيدني بتاعتي هتعمل reabsorption الماء تمام فقال لي عندك دلوقتي كم منطقة انا عندي هوك دلوقتي يعتبر تلات مناطق دي ودي ودي يعني اعتبرها منطقة واحد طيب هعتبر دي منطقة ودي منطقة ودي منطقة واحد ماشي انا دلوقتي ايه اللي هيحصل قال لي ان البروجز مالتيبيول واللوبوف هنل هيمتصل الماء بطريقة obligatory يعني ايه obligatory يعني لازم تحصل سواء الجسم محتاج ماء الجسم مش محتاج ماء هم هيمتصل الماء بطريقة obligatory تمام على عكس بقى الديستل والcollecting duct هتبقى طريقة optional optional او بنسميها facultative وبشنال اوفا كريتايتب يعني على حسب احتجاجات الجسم لو الجسم محتاج ماء كتير هيمتصل ماء كتير لو الجسم محتاج ماء شوى صغارين هيمتصل ماء شوى صغارين يبقى انا دلوقتي لو جايس ايسألك سؤال وقال لكم طب مين المسؤول ان هو يعمل concentrated urine و deleted urine هل هي البروجز مالتيبيول ولا الديستل تبيول ايوة هي الديستل تبيول لان البروجز مال كده هتمتصل الماء اللي هي عايزاها اما الديستل تبيول لو عايزا تمتص ماء كتير هتمتص فهتخلي اليورين مركز لو عايزا تمتص ماء شوى صغارين هتمتص وتخلي اليورين مخاف يبقى المسؤول عن الconcentrated او deleted urine هي الcollecting duct والديستل تبيول تمام عشان سعب بتجي في الايه في سؤال كده زكي ماشي نقرأ الكلام بقى بيقولك في البروجز مالتيبيول بيحصل ايه؟ بيحصل obligatory ويقولك ان 87% من الماء اللي احنا بتمتصها تبقى في البروجز مالتيبيول واللوبف هنا وقالك ان 65-70% من الماء ديك بتمتص عن طريق الاسموزز يعني ايه اسموزز؟ يعني الماء بتروح للمنطقة اللي فيها املاح يعني هنا مثلا فيه تركيز املاح معين جوة تبيول ذات نفسها تمام؟ وفيه تركيز املاح معين هنا برا تمام؟ فالبرا الاملاح اللي برا اكتر من الاملاح اللي جوة تمام؟ فالمية بتحب تروح للاملاح الاكتر فقط قم جاية خارجة يحصل لها ري أبسوربشن يحصل لها امتصاص فالمية اللي هنا تقل جوة الايه؟ جوة التبيول هو ده اللي قضر بالاسموزز الموزز يعني المية بتروح يمة الاملاح النسبة كام؟ قالك النسبة 65-70% بالاسموزز يبقى ندر وقتين 87% من المية بامتصاب طريقة obligatory والأبليجاتري بيحصل في بروكسمن تبيول واللوب في هنل تمام؟ المية ديك بامتصها بالاسموزز طيب اللوبة في هنل بقى عندنا حكت جزئين descending limb وascending limb قالك إيه اللي بيحصل؟ لو انتو خدتوا بالكو descending limb كان بيعمل إيه هنا؟ كان بيمتص مية بس وقلت الascending limb بياخد أملاح بس بيخرج أملاح بس ده بيخرج مية بس بيعمري أبسوربشن مية بس وده بيخرج أملاح بس بيعمري أبسوربشن أملاح بس طيب قالك 15% من المية اللي أنا بفلترها بتحصل في LDLH اللي هو descending limb بتاع اللوبة في هنل بيمتص كام؟ بيعمري أبسوربشن كام؟ لـ 15% يبقى descending limb بفلوب في هنل بيحافظ على 15% من المية طيب عن طريق إيه بقى؟ ودي حاجة مهمة جدا عن طريق التشانة المعينة بنسميها أكوابورين واحد سميها إيه؟ أكوابورين واحد موجودة في الإيبيسيديان بتاع؟ وقالك حاجة كمان قالك إن هي not controlled by ADH يبقى ناخد بالنا عشان هيقابلنا دلوقتي الأكوابوريني 2 يبقى ديك أكوابورين واحد والأكوابوريني 2 أكوابورين واحد موجودة فين؟ موجودة في الـ descending ولا الـ ascending برضو؟ ناخد بالنا من التفاصيل دي يبقى أكوابورين واحد موجودة في الـ descending اللي بتاع اللوبة فين هل هي بتتأثر بالـ ADH؟ لا يبقى أنا كده امتصاص المية إجباري بيتأثر بالـ ADH؟ لا ما هو يا إما بيعدى عن طريق الإزموزس لإما بيعدي في الأكوابورين والأكوابورين ما بتتأثرش بالـ ADH والإزموزس ما بيتأثرش بالـ ADH يبقى امتصاص المية obligatory عمره ما بيتأثر بالـ ADH تمام؟ الـ ADH طولها الـ ADH ما تلعش هو كده كده بيحصل هو obligatory أصلا من اسمه obligatory بيحصل يعني بيحصل طيب قال لك الـ ascending limb لو خدنا بالنا من الصورة ما كانش بيعدي اللي أملها فهو بيقول لك إن الـ ascending limb دوك أصلا ما بيعديش ماء فما بيحصلش في أي Reabsorption obligatory water absorption أها بص هو قال للمعلومة تانية هايك قال لك إن obligatory water absorption ما بيتأثرش بالـ ADH خالص 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 تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عايزة أسأل سؤال في السلايد دي هقول لك الأكوابورين واحد تحت أسير الـ ADH ولا لأ؟ لأ طيب obligatory water absorption بيبطص تحت أسير الـ ADH لأ طيب الـ ascending limb بقى في loop of handle بتعدي مية ما بتعديش مية تمام؟ طيب ما بتأثرش على Reabsorption بتاع المية بس طيب في الـ distal tubule والcollecting تبقى قلنا انتصاص المية بيبقى إيه؟ بيبقى optional اختياري على حسب احتاجات الجسم أنا محتاجة يبقى خلاص هعمل Reabsorption لكمية كبيرة وكمية المية في اليورين هتبقى شوية صغيرين وأنزل concentrated urine طيب أنا مش محتاجة مية عايزك خلص من المية زيادة عندي خلاص يبقى مش حامل Reabsorption للمية وكمية المية في التبيولز هتبقى كتيرة وهنزل diluted urine التبيولز is permeable to water وقال لك هنا بقى حاجة تمام قال لك ان الـ optional لازم يعتمد على الـ EDH ليه؟ لأن هو بيخرج عن طريقة شنة يسمع اكوابرين 2 والاكوابرين 2 بتعتمد على الـ EDH تمام؟ وقال لك النسبة البقية احنا قلنا 87% obligatory يبقى دي 13% البقية يبقى optional تمام؟ يبقى هنا ونعكس الكلام اللي هناك هناك ما كانش بتعتمد على الـ EDH هناك كان اكوابرين 1 هناك اكوابرين 2 هناك كان 87% هنا 13% ماشي؟ خلاص هي ما فاش حاجة اهي الصورة هي قال لك هنا اهو 65-70% بالأزموسوس 15% من الـ تمام؟ وهنا ما بيعديش مية خالص قال لك الوطر ما بيعديهاش تمام؟ وهنا قال لك بقى ان الوطر لازم EDH يبقى هنا اسموسوس هنا EDH هنا اكوابرين 1 هنا اكوابرين 2 تمام؟ طيب نرجع بقى على الحتة دي احنا خدنا ايه لحد دلوقتي؟ خدنا ان لما نيجي نعمل water absorption في طرقتين لاما obligatory اجباري لاما optional تمام؟ والأبليجاتري دي بتحصل فين؟ بتحصل في البروكزمالتيبيول واللوب في هنا تمام؟ البروكزمالتيبيول يعدي كام؟ يعدي 65-70% بالطريقة الاوزموزية طيب اللوب في هنا هوا بيتقسم جزئين descending limb وascending limb لو انا descending limb هعدي بالأكوابرين 1 اللي ملووش علاقة بال EDH وكان في المية 15% طيب ascending limb بيعديش ما يقص تمام؟ وقال لك ان البروكاتري ما بيعتمدش على EDH ابدا طيب اه لو اعيز ابعي الoption الoption اللي بيحصل فين؟ بيحصل في الدستالتيبيول والcollecting duct كام في المية 13% بيخرج منين؟ بيخرج من الاكوابرين 2 channel اسمها اكوابرين 2 بتعتمد على ال EDH ولا بتعتمدش بتعتمد على ال EDH تمام؟ بس كده اول حتة خلص طيب دا كوي الصغير بيقول لك obligatory water reabsorption بيحصل فين؟ في البروكزمال convoluted tubule ولا في الدستال convoluted tubule ولا في الcollecting duct ولا في المضالة في البروكزمال convoluted tubule الس Razör Pommer طيب اهو دي صورة اللي انا بقول وغلق عليها مان بصو هنا بيخرج املحı ومية هنا بيخرج ميها بس هنا بيخرج املح بس هنا بيخرج املحı مية هنا بيخرج املحı مية ويورية ماشۣ سيبكم اليورية دلوقت انا اشرحه عذاء وسي انا consultant وتعافي لمح تمام؟ طيب نيجي بقى للمحاضرة بتاعتنا اللي هي الحاجة المهمة فيها ازاي بعمل concentrated or deleted urine بيقولك الكدني ممكن تخلي اليورين مركز ليوصل ل 1200 ملي از مول في اللتر لتركيز الايه الاملاح في اليورين او deleted 50 يعني لو كان مركز ممكن توصله ال 1200 ولو كان مخفف ممكن توصله ال 50 شوف سبحان الله ما بين 1250 سبحان الله بجد طيب requirement for the kidney to make deleted or concentrated urine الكدني محتاج ايه علشان تعمل concentrated او deleted urine محتاجة 3 حاجات محتاجة 3 حاجات وهم دول ايه المحاضرة ان اخدهم ومحاضرة تكون خالصة اول حاجة ان انا نعمل a modelary gradient احافظ على المodinary gradient ودور الADH هرمون الADH هرمون بيعمل ايه بيفتح البوابات تمام EDH هرمون بيفتح البوابات للووتر اما اللي اعمل a modelary gradient وحافظ على المodinary gradient علشان اشد الووتر يمتي يعني ايه المodinary gradient وكلام ده كله بسوا نجيب صورة بس بلاش صورة هرسمها لكم بسوا اه ادي الديستال تبيو تمام ودلوقتي راح افين راح لللوب الفانر واللوب الفانر لهوك ماشي اه اه انا نمسي من الاول انا عايز اجلس اللوب الفانر لاخراصة ادي اللوب الفانر تمام ادي اللوب الفانر انا دلوقتي ايه دخلها مياه هنا جاي من البروكزي مالتبيول مياه اصلا تركيزها تلتمية تمام تلتمية 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 ماشي عدت تلتمية تلتمية لحد ما وصلت هنا بقت تلتمية تمام ايه اللي حصل دي بتعدي املاح بس اما الجاي ما عنديه شوية املاح تمام لبر فخلي التركيز الاملاح هنا بقى قليل ترجيز الاملاح هنا بقى اكتر تمام هو كان في الاول تلتمية كله تلتمية قد بعض تمام ساعم نعدل الصور كان كله كام كان كله تلتمية ماشي فخليت ايه فام الجاي مخرجها شوية املاح ماشي ناسي ال ماشي وبعدين ام الجاي او بوتاسيام ماشي هي خرجت التلات املاح دول يعني معلينا خرجت ايه تمام خرجتهم وخليت لي تركيز الاملاح هنا بقى ميت ايه تمام ادي تركيز الاملاح بدل ما كان تلتمية بقى ميت ايه وهنا خليته ربعمية دي لما لقيت تركيز الاملاح هنا ربعمية وهي هنا تلتمية لما خرجت مية لما خرجت مية بزور تركيز الاملاح لما خرجت مية بزور تركيز الاملاح يعني ايه بزور تركيز الاملاح مش بزور تركيز الاملاح يعني بزور شوية مل لا بزور تركيز الاملاح بالنسبة للمية يعني انا بحس بتركيز الاملاح بالنسبة للمية لو قللت المية تركيز الاملاح كده كده بزيت المهم خلت هنا ربعمية وهنا ربعمية بقت زيها ودي بقت متين تمام؟ جات شوية مية تانين من هنا تركيزهم تلتمية تمام؟ والربعمية دول نزلوا تحت ونزلوا هنا اليمادي طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ شوية مية تلتمية جم وهنا كان فيه ربعمية صح؟ نزلوا ماشي ودي كانت هنا متين صح كده؟ صح شوية ربعمية نزلوا ماشي ومجايين طالعين هنا كده المهم ديك وهنا كان فيه ايه؟ ربعمية فدي لأ ماينفعش انا خرج شوية ربعمية جايلة انا خرج شوية املاح كمان خرج شوية املاح كمان خرجت بقت هنا مية ودي بقت تلتمية ودي ربعمية زي ما هي يعني عملت ازاي؟ دي بقت مية خرجت شوية املاح فايه؟ فلما خرجت شوية املاح قللت تركيز الأملاح جوه ماشي كان فيه هنا مية وكان فيه هنا متين وكان فيه هنا بقى تلتمية واللي كان تلتمية اللي كان ربعمية بقى تلتمية واللي كان تلتمية بقى متين واللي كان بقى متين بقى واحد تمام ودي زمهية ربعمية وتلتمية فدي وهنا تركيز الأملاح مثلا نوصل خمسمية وهنا ربعمية وهكذا فدي لما لقيت تركيز الأملاح هنا عالي لأ هخرج شوية مي فلما خرجت شوية مية خلت تركيز الأملاح هنا عالي تمام بقى 500 مثلا زيها تمام فجوم شوية 300 كمان زقه دول وهكذا فضلة العملية ديك ديك تتزق وتخرج أملاح وتزود تركيز الأملاح هنا فدي تخرج مية فتزود تركيز الأملاح جواه وهكذا لحد ما وصل ان هنا بقى ينزل 300 عادي زي ما هم ولكن عمال بقى هنا 400 هنا 500 وبعدين 600 وبعدين وصل 1200 وهنا بقى بدأت تقلل بقيت 200 و100 لحد ما وصلت هنا يعني هي كانت 100 هنا وهنا 1200 وهنا 300 ودي المنطقة اللي هي في النص ديك اللي هي الانترستيتيم اللي هي ما بين التبيول مقلدة دي ليه لأن ديك بتعادلها يعني الحتة اللي هي بيعادل المنطقة الانترستيتيم مش احنا قلنا كان 400 وهنا كان 300 فزود خرج مية عشان يبقى 400 قده فالمهم يعني ان المنطقة ديك قد المنطقة ديه فدي برضو 600 جواها 600 جواه وهنا 1200 براها 1200 وهكزا بس يعني ده يعني ايه يعني المضالة بدل ما كان تركيز الاملاح فيها 300 خليته 600 ووصل 1200 بس هو ده اللي انا هتكلم عنه وانا هتكلم عنه تاني انا بس بصي بصي الحتة اللي انا قلتها دي كلها الشرح اللي انا قلت ده كله مش موجود في المحاضرة بس دي حاجة كت موجودة في محاضرة السنة الفاتذ وبتفهمكم ومحاضرة بتاعكم فاللي مفهمهاش عادي يعني عادي بصراحة كانت حتة تقيلة ورخمة على ايامنا يعني كنا نفهمها بالعقل مفهمهاش يحاولي عادة تاني لو مفهمهاش لما عادة تاني يعني تنشوها تنشوها تمام مش رح تاركل الفهمة بس طيب قال لك لازم اكول مضالة ري جريديانت يعني اخلي المضالة ليبقى فيها ازموط الجريديانت تمام ولازم احافظ على الجريديانت ده يعني ما خليش فاق ازموط الجريديانت واسيبه خلاص لازم احافظ عليها عشان اكمل العملية بتاعتي والادي اتش هرمولو دور كمان طيب اول حاجة هناخدها ان انا هكومن جريديانت يعني ايه جريديانت بقى معناها ان انا بزود الازمولاريتي زي ما انا قلت بزود الازمولاريتي من 300 مش كان 300 في الكورتيكوموضالري جنكشن الكورتيكوموضالري جنكشن يعني الجنكشن ما بين الكورتيكس و المضالا بشان افرم كان كده تمام و ادي ال كان كده صح ان 125 تحت عندي الرينا البابلي رينا البابلي يعني نهاية المضالا تمام يعني بزود الازمولاريتي من 300 عند الكورتيكوموضالري جنكشن حتى ما توصل 1400 عند التب بتاع الرينا المضالا وقال لك كمان مرحوظة الدكتورة كاتبامة بن كوسين قالت رغم ان الاوزموزيز زادت ولكن ما بنسمهوش بصراحة انا مش فاهمة يعني مش فاهمة ياريكت من موضوع دوك ولكن احفظوها بس لو جاتلكو في الامسي كيو يعني او صح وغرت لو قالك هي اسمها هيبر اوزموتيك كونسنتريشن لا ما اسمهاش هيبر اوزموتيك كونسنتريشن تمام ايه هي الميكانيزم بقى علشان اعمل مودالري جريديانت الميكانيزم الكاونتر كارنت ملتبلاير سيستم واليوريا سايكلين يعني ايه الكاونتر كارنت ملتبلاير سيستم دوك يعني دوك اللي بيخلي الاسمولاريتي تتضاعف ملتبلاير يعني بيضاعف الاسمولاريتي واليوريا سايكل دي كمان لها دور مهمة في مضاعفة الاسمولاريتي اللي انا شرحته والرغي اللي انا قلته ده كله عن اللوبف هنل والتلتمية والربعمية وكلام ده كله ده اللي اسمه كاونتر كارنت ملتبلاير سيستم واليوريا سايكل لها دور برضو كمال لوحدها تتشرح إن شاء الله تمام؟ ناخد أول حاجة الكاونتر كارنط ملتبلاير سيستم ايدي الكاونتر كارنط ملتبلاير سيستم بيقولك إيه بقى؟ ده سيستم بيبقى فيه اليورين بيبقى ماشي بارلل بارلل كولوز بروكزمتي أندين أوبزة ديريكشن توزة أوتفو يعني إيه؟ يعني بيقولي ده سيستم بيبقى اليورين ماشي متوازل بعضه وقريب من بعضه وعكس بعضه في الاتجاه يعني واحد نازل واحد طال طيب مين اللي هنا أو المنطقة ديك؟ فيها يورين ماشي عكس بعضه وفيها قريب من بعضه وبرلل متوازي صح؟ هي اللوب في هنا ده هو ده اللي قصده عليه اليورين هنا نازل هنا طال وقريب من بعضه تمام؟ والمتوازين يعني نفس الخط تمام؟ هو ده اللي قصده عليه طيب الكونتر كارنت ملتبلاير سيستم هو ايه؟ هو اللوب في هنا لو جسألنا ويقصد ايه بالكونتر كارنت ملتبلاير سيستم هو اللوب في هنا تمام؟ قلّك الكوائر من تبقى ليه؟ الكاونتر كارنت ملتبلاير سيستم ده وك؟ خمس حاجات أنا محتاجاهم علشان أشغل counter current multiplier system وخليه يعمل gradient osmolarity عشان ما نتلغبطش إحنا منتكلم في إيد الوقتي؟ إحنا دلوقتي خدنا أول حاجة إلي هو إزاي نعمل osmolarity إزاي نعمل gradient osmolarity هما 3 حاجات صح؟ خدنا أول حاجة فيهم إزاي نعمل gradient osmolarity طيب الأosmolarity ديك هنعملها إزاي قلنا حكتين عندنا counter current multiplier system ويوريا cycle يريسايكل لسه هنشرح هنشرح دلوقتي الكونتر كارنت ملتوبلاير سيستم الكونتر كارنت ملتوبلاير سيستم دوك عايز ايه لوحده؟ عايز خمس حاجات عشان يشتغل ويعمل ازم العريض ايه هي الحاجات اللي هو يعمله؟ ممكن تجينا ريتن يقول لي ايه هي الريكوير منت بتاع الكونتر كارنت ملتوبلاير سيستم تمام؟ اعدله الخمس حاجات دو بيقولك اكتف ترانسوبورت بروسس باي سيك اي ال اتش اللي هو السيك بارد تاع الاسسيندينج لنبوفلوبو فينل تمام؟ عنده اكتف ترانسوبورت هنقول لي ايه دلوقتي؟ تمام؟ يبقى دي اول حاجة هو محتاجة تاني حاجة different water and solutions permeability of the loophole ودي كده كده اصلا قلناه قلنا ان الاسسيندينج بيعدي مية بس والاسسيندينج بيعدي املاح بس فهم عندهم البرميابلتي للووتر والسلوتس مختلفة يعني كل واحد بيشتغل بحاجة تمام؟ ثالت حاجة محتاجها counter current flow of fluid ايه؟ descending limb وascending limb وcollecting duct مش بس descending limb والascending limb ايه كمان collecting duct معنا ازاي يعني؟ يعني هنا اصدو ايه؟ اصدو ان هنا اليورين نازل وهنا اليورين طالع والcollecting duct اليورين فيها نازل يعني واحد نازل واحد طالع واحد نازل وهكذا اسمه ايه؟ اللي قاله دوك counter current flow يعني عكس بعض وفلود فين؟ في ال descending loop funnel والascending loop funnel والcollecting duct كمان ما هي متوازية معاهم؟ يعني يعتبر متوازية معاهم طيب؟ اتاق رابع water reabsorption from late distal tubule and cortical collecting duct قالك برضو علشان counter current multiplier system ده يشتغل لازم يحصل water reabsorption from late distal tubule and cortical collecting duct هم اصلا بصوا لما نيجي نشرحهم هتلاقوا ان ديك عمل دي ودي عمل دي ودي عمل دي كلهم بيترتبوا على بعض فمش يبقى صعب علينا ان احنا نحفظونا اول ما يتشرحوا انا هيتفهموا اسموتك اكوليبراتينج ديفايزز موجودة في المودالري collecting duct نشرح واحدة واحدة عشان ايه نفهمه اول حاجة ودي اهم حاجة فيهم active transport ونلاحظ هنا ان هو قال active عملية active وقالك ان ديكي فاكتور من الخامسة يعني انا واحدة اهم واحدة في الخامسة دول في counter multiplier system هي اول واحدة الاكتف ترانسوبورد في ascending limb of loop هنا ازاي بقى اول حاجة بيقولك ان هو بيعمل ايه بينقل السوديوم ادي ascending limb of loop هنا وادي ascending limb of loop هنا ودي الحتة السيك تمام؟ قالك ان هو بينقل السوديوم بطريقة active بينقل السوديوم الميدالري انترستيتيا يعني المنطقة دي اللي هي في النص دي بطريقة active ماشي؟ فلما ينقل السوديوم هيعمل horizontal gradient 200 الدكتورة معليمة عليها في الدات horizontal gradient 200 ميلي is more ازاي horizontal gradient يعني بصوا انتوا فاكرين كنت قلت لكم هنا وصل 100 وهنا 200 وهنا كان 300 وده 1200 وده كان 300 هنا وهنا 600 تمام؟ فهو قال ان هو عمل horizontal gradient horizontal horizontal يعني مش vertical تمام؟ وده اللي فهمتوا موضوع horizontal بصراحة انا مش فهموا موضوع horizontal ده قصده ايه؟ ولكن برضو احفظوها لل MCQ عشان لو الدكتورة جاتها لكم الامتحايا انا هتقولك vertical ولا horizontal؟ لا هي horizontal تمام؟ ويساوي كام؟ يساوي مت ايه؟ horizontal يعني بالعرض كده مش بالطور تمام؟ مش بيأثر على كل اللوك اوكي قالك كمان ان selectively absorption of NACL وزوت water delivery احنا دي حاجة قصة متفقين عليها قلنا ان ال ascending lamp بيعدي املاح وما بيعديش مية ماشي؟ فلما يعمل كده ايه اللي هيحصل؟ هيخلي الفلوود diluted يعني هيخلي كمية فلوود كتيرة هيخلي الفلوود مخفف تمام؟ والفلوود المخفف ده هيروح في اين؟ هيروح لل distal to build والcollecting duct اللي هما بيعدوا المية تحت تأثير ال EDH hormone وما بيعدوش اليوريا هيزود اليوريا content يعني قصدوا ايه بالجملة ديتك؟ بصوا هنا انا عملت ايه؟ هو هنا خرج املاح تمام؟ خرج املاح زي ال NACL تمام؟ بعد كده خلنا تركيز المية هنا عالي خلنا المية مخففة تركيز الاملاح اقل وتركيز المية عالي فالمية بقت مخففة المية المخففة دي تدعت لحد ما وصلت ال distal to build والcollecting duct تمام؟ قال لك ان ال distal to build والcollecting duct دول بيعدوا المية احنا متفقين ان هما بيعدوا المية تحت ال EDH hormone في ال optional reabsorption لو احنا فاكرين تمام؟ قال لك ان هما عدوا المية عدوها ولكن مرضوش يعدوا اليوريا اليوريا ما عدتش في المنطقة دي تمام؟ فلما عدوا المية وسب اليوريا اليوريا تركيزها زاد تمام؟ تركيز اليوريا زاد لما تركيز اليوريا زاد نزلت لحد ما وصلت ال inner middle collecting duct وتركيز اليوريا زاد فاقت جايا weil the inner middle collecting duct قالت انا بعدى اليوريا انت مش رادين تعدوا اليوريا انا مانا هاعديها واقمت جايا معدى اليوريا ومخرجوه ايها معدت اليوريا وخرجته لما عدت اليوريا زودت الウィرجمال here مش انا اصلا بعمل ده كل عشان ازود الوزمالرتي طب هو ازايد اذا زود الغير ثاني زود بطريقة كارغي نفسه وهو خرج أملاح نوصلة بالطريقة مطاربة علينا نانية تبيل لما خرج الأملاح خلا لما مخففه JT Jahren المياه وصلت مخففه فلما المياه وصلت مخففه هنا. المية خرجت هنا. صح? فزود تركيز اليوريا. اليوريا متعود على التركيز مية معينة فجأة المية خرجت. فتركيز اليوريا زايد. وهنا الحتة ليست يعطية اليوريا. فاليوريا هتفعل ايه? اذا لنتعود انزل traking the you breakdowns. اذا تسمت you with some species. اما تشاهد بإساعدها اليوريا. اما تشاهدت اليوريا هنا. ما اليوريا يعتبر ملح. ازود ك questiülmality هنا. وهو ده اللي انا كنت عايزي. بقى زود بطريقتين. تمام? هي الدكتورة هنا مش كاتبة كده الموضوع مباشر في ال data. ولكن يعني ايه? لو عايزين الفهم فاعرفوا ان هو زود الاوزمولاري بطريقتين. ما اصلوها بشرح لكم الحاجات دي لي يعني. هشرح لكم الحتة دي لي ما خلاص ولا. ولو عايز يشرح كان يشرح السوديوم ان هو خرج السوديوم خلاص والدنيا راقت. لأ هو شرح الحتة دي عشان برضو دي بتساعد تزويد الاوزمولاريتي. تمام? يبقى نقول تاني نعد الحتة دي. قال لك اكتف ترانسوبورت الاسسيندنج لنبو فلو بفينل. هو الكي فاكتور. خرج الاملاح. ماشي في عمل هوريزونتال جريديانت جوه. متين. ماشي? متين. هوريزونتال جريديانت ساوي متين. وبعدين خرج الاملاح. فقم جاي المية وما خرجش مية معيه. تمام? لان هو ما بيعديش مية. فقم جاي المية بقيت مخففة قوي. بقيت كتيرة. فالفلول الموجود اوسائي الموجود بقى مخففة بقى في مية كتير. فالمية عدت لحد ما وصلت ديستال تبيول والكليكتينج داكت اللي هما اصلا ايه? بيعدوا المية تحت تأثير ايديهيتش هرمون. ولكن ما بيعدوش اليوريا. فزودت اليوريا. فاليوريا ديك لما زايدت بتاعها حصل لها في ايه كليكتينج داكت. بس يا ولاد الانر مدالا الكليكتينج داكت بي سي دي. تمام? والاوتر ام سي دي. بس عشان انا اتلغبات في اول فيديو بتقول لكم دي ام و دي سي بي. لأ العكس الانر بي. الانر بي. والاوتر ام. اا ماشي? الانر بي والاوتر ام. بس كده اخراط. دي الصورة اللي انا عدت اشرح فيها خمسمائة سنة. بسوا. ده ايه? ده بيعدي الاملاح بس. وده بيعدي المية بس. تمام? المية اصلا كالكلات تلتمية في الاول. صح? ماشي? فلما عد الاملاح زود تركيز الايه. الكل لتركيز الاملاح هنا. فقلل الازمولارتي هنا. وزود تركيزها هنا. فده عدى المية بس. ماشي? فخلى الازمولارتي هنا عليه. مية جديدة جت. نزلت ده ودته هنا. ومية جديدة جت. ده عمل نفس الحكاية. وده عمل نفس الحكاية. وهكزا فضله يعمله كده فضله يعمله كده لحياة دمال اوزمولارتي هنا وصلة الف ومتين. تمام? وهنا برضو وصلة الف ومتين. ولو خدت بالكم الحتة دي شكل دي. تمام? قلت لكم ان هما بيعادلوا بعض. يعني اوزمولارتي هنا زي اوزمولارتي هنا. هنا ما دي اكل الاوزمولارتي بتاعتها قليلة لانها عملك خرج ام لايا. وقلنا اصلا ان المية بتبقى فيها بتبقى فيها مخففة. لو انت فاكريين. تمام? بس. دي اول حاجة قلناها بص. عشان ما نطلق اول حاجة احنا بنتكلم ايه دروقتي بنتكلم على. اول حاجة ان قلنا اكتف ترانسوبورت باي سيك اي ال اتش. تاني حاجة قلناها في الخامسة دول قلنا ديفرنت ووطر وسلوك برميبيرتي. ده بيعدي املاح بس. ده بيعدي مية بس. تمام? طيب تانت حاجة ما فيها الشرح يعني هي سهل. تانت حاجة بقى قلنا. كاونتر كارنت في لو ان لوب اف هنل. كاونتر كارنت. بيعدي مية بس. فبيرفع الاسمولاريتي لحد ما توصل الف ومتين. تمام? اها وصل الاسمولاريتي الف ومتين اللي انا بقلوكو عليها. ماشي? وبعد كده الاسمولاريتي اللي سن اي ال اتش. بيعدي سلوطس بس بازف لي. قال الاول ان سيلر ابسوربشن انتمو دالاري انترستيتيم. بصو? اهو. بيقول لك يا سيدي ان دوك بيعدي مية بس. فبيخلي الاسمولاريتي توصل الف ومتين. فده اللي هو السين بورت. انا دلاتي بتكلمع السين بورت. والسيك بورت اهو. السين بورت ده بيعدي املاح ولكن بيعديها باسف. تمام? بيعديها باسف. بيعدي املاح ايه? باسف. اما السيك بورت بيعدي املاح اكتف. عشان لو قالك. كي سألك? قالك السين بورت بيعدي املاح باسف ولا اكتف? باسف. اما السيك بورت اكتف. تمام? هو هنا بيقول لك كونتر كارنت فلو. اللي هو الديسين دنج لامب بيعدي مية بس. خلي الاسمولاريتي الف ومتين. فالسين دنج لامب السين بورت بيحاول يعدي للموضوع شوية ويعدي شوية املاح باسف لي. علشان يقلل ايه? تركيز الاملاح. تمام? جوا هي اكت جوا الف ومتين. هو بيقل حاول يقلل تركيز الاملاح جواه ويعدي شوية املاح. باسف لي. تمام? رابع حاجة بقى. rule of distaltybul and cortical collecting duct. طيب distaltybul and cortical collecting duct. احنا شرحناهم اصل. بيقول لك ايه? بيقول لك بيخلو الهيبوتونيك fluid. اللي جاي لهم من الاسسن تينج لنبو فيلو في هنا الايزوتونيك اجين. ديوتوري ابسوربشن افووطر. believing that the hd hormone so little fluid is delivered to the middle Province. يعني ايه? قال لك دلوقتي مش كين جاي لهم يورين مخفف من ال 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 ornage نتيجة الاكتوف بروزيز اللي هو عمال يعملها? صح? جاي نجاي لهم يورين مخفف. يعني ايه يورين مخفف? يعني هايبوتونيك fluid. يعني إيه هايبوتونيك فلاود؟ يعني الأزملالة بتاعته قليلة هايبوتونيك يعني قليل ماشي؟ أيزوتونيك يعني أزملالة يؤدي أزملالة بتاع الجسم تمام؟ فهما بيقول لك إيه؟ بيقول لك أن هم دلوقتي جاي لهم أهمك دولك جاي لهم إيه؟ مية هايبوتونيك فيقوم جايين ما خرجين شوية مية عشان يخلوها أيزوتونيكتين هو ده اللي بيقولوه في البنطادة بيقول لك بيخرج المية تحت أسير الـ H هرمون أهو تحت أسير الـ H هرمون فكمية شوية من المية شوية صغيرين من المية بيروحوا للمدالر يكليكتينج داكت تمام؟ فلما يعني يركزوا كده لما يخلي كمية شوية صغيرين من المية يروحوا للكليكتينج داكت إلا هيحصل؟ مش كده هيعمل يرن مركز مش هو ده اللي أنا محتاجه أصلا تمام؟ شوه ده اللي أنا بجري عليهم الأول أي يخلي كمية مية مية بيروحوا للمدالر يكليكتينج داكت 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 بعد كده خلاص هي آخر حاجة على البابلي خلاص المية داك هتخرج مش هحصلان تصاص تانية ولا أي حاجة فهو لما خلق كمية مية شوية صغيرين فهو ده لنا محتاجه أنا أصلا عمال أعمل عمليات دي كلها عشي نعمل لأبسوربش عن المية دي كلها تانية صح؟ ما علينا؟ بيقولك كمان إن هو بيزاود اليوريا كونسنتريشن في يوم جاي مزاود الدفيوجن ثم مدالري انترستيام فيزاود المدالري ازمالاريتي برضو ما هو ده اللي أنا محتاجه إن أنا أزاود المدالري ازمالاريتي لما زاود المدالري ازمالاريتي هعمل كونسنتريشن جريديانت تمام؟ وهو هعمل كونسنتريتد ودريوتي ديور تمام؟ بعد ذلك بيقول لك اخر حاجة بقى احنا ده وقت اتكلمنا على كله تقريبا مع عدل اينر مدالري اينر مدالري كوليكتنج داكت بقى عندها حاجة اسمه ازموتك اكولبريتنج ديفايس ديفايس بيعادل ازموزز بيقول لك ان اليوريا جاية عشان ده وصل ليه كمية يوريا كتيرة تمام؟ بيحسل لاري أبسوربشن بالباسيف ديفيوشن باسيف ما هي هنا كمية يوريا كتيرة قوي هنا في الانترستيتيم كمية يوريا شوية صغيرين خلاص فيحسل لها باسف تعدي على طول باسيفلي من غير ما تحتاج اي اكتب بروسود اي حاجة باسيفلي ديفيوشن لحد ما عادل ازمولاريتي ما بين المدالري كوليكتنج داكت والمدالري انترستيتيم هو وصل له يوريا باسمولاريتي عية جدا ماشي اكتر من الاسمولاريتي بتاعت الانترستيتيم فانا خلاص هاعد اخرج يوريا لحد ما عادل الاسمولاريتي بتاعت الاثنين باسمولاريتي 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 اكتر وكتر يبقى نقول تاني الخمسة دول تاني عرفنا ان كلهم مرتبطين ببعض هي داك خلط كلهم مرتبط ببعضها شان جدا سميناها الكي فاكتور اول حاجة قلنا الكونتر كارنت ملتوبلاير سيستم دا عبارة عن ايه؟ دا عبارة عن سيستم ماشي بيبقى في اليورين ماشي باراليل قلنا خمس حاجات بتحصل اول حاجة اكتف روسوس في الاسسننج والاتنين عندهم ديفرنت ووتر وسلود برميابيرتي تالت حاجة عندك كاونتر كارنت فلود عكس بعض في الاسسننج رابع حاجة عندك الووتر اكتف روسوس اول حاجة اول حاجة اكتف ترانسوبورت هو اكتف ترانسوبورت تالت حاجة اول حاجة تصل الووتر وتصل الووتر المية مخففة ومية كثيرة فتقوم جاية مخرجة المية تحت تأسير الهرمون فلما تخرج المية تركيز اليوريا يزيد يوصل الانر مدالر بتاع المية واليوريا عالية جدا جدا فتقوم جاية مخرجة اليوريا وليه الانتر استيتيم متزود الاسمولارتي وهو ده انا عايز اوصله اصلا من الاول طيب طيب قلنا ده بيعدي املاح اللي هو الاسسننج انما الاسسننج بيعدي مية طيب قلنا ده بيعدي مية فهيخلي الاسمولارتي توصل ل 1200 والسن بارد السن بارد بيعدي املاح بس بس بيعدي ايه باسفلي بيعدي الاملاح باسفلي اما السيك بارد اكتفلي تمام فبيخلي السودية بيحصله اهو طيب وقال لك الرول بتاع ده ايه اللي حصل وهم جال لهم ايه جال لهم في لود مخفف هايبوتونيك فهم يحاولوا يخلوه ايزوتونيك فيخرجوا المية تحت تأثير الهرمون فلما يخرجوا المية ايه اللي هيحصل؟ اليوريا تركيزها يزيد جدا 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 جوا لما تركيز اليوريا يزيد اعمالي عيد في نفس الكريم لما تركيز اليوريا يزيد هتيجي بقى الانرمدالري ايه اللي هيحصلة تركيز اليوريا بصوا ماشي ماشي فيها يوريا عالية ودي فيها يوريا شوية صغرية فتقم جاي اليوريا خرج هنا حد ما يبقى كمية اليوريا هنا زي كمية اليوريا هنا او خلاص يبقى كده تمام هو ده اللي انا عايزاه فلما يخرج اليوريا يوم جاي منزود الايه؟ ايه كده اول حاجة قلناها اللي هي كده كده محتاجين ثلاث حاجين نعمل نحافظ على ودور احنا دلوقتي ده كله بنتكلم ان احنا نعمل هنعمل هنعمل اللي في خمس حاجات وقناهم وبعدين اليوريا سايكل يبقى تاني حاجة بناستخدمها ان احنا نعمل هي اليوريا سايكل بيقول لك اليوريا سايكل هي ايه؟ هي سايكل اليوريا ما بين ايه؟ بص نشرحها الاول عشان اعرف التعريف بتاعنا بيقول لك انا هبدأ منين؟ هبدأ قال لك انا هبدأ من الانر مضلة ايه؟ تمام؟ هي معلش جاي عليها شوية انا هبدأ من الحتة دي كده ايه اللي حصل؟ انا دلوقتي ديك جاي لها يوريا كتير تمام؟ دي جاي لي يوريا كتير هنا لما جاي لها يوريا كتير خرجتها تمام؟ لا بصوا انا مش هبدأ من هنا خليني نبدأ من حاجة سهلة الاول بصوا انا دلوقتي في الايه؟ في البروكزي مالتبيول تمام؟ قال لك ان البروكزي مالتبيول ديك ما بتعديش ابي تعدي اليوريا تمام؟ فخرجت شوية يوريا هنا اليوريا اللي خرجت ديك قال لك ان اليوريا اللي خرجت ديك خرجت ازاي؟ احنا الوقتي بنكلم في البروكزي مالتبيول اليوريا اللي خرجت دي خرجت ازاي؟ خرجت ورا المي قالك برعجل لي你好ي ووجدك بice uzco و قال كمية اليورية ليست ل которыеques أكثر من كمية اليورية لأن كمية اليورية خرجت كثيرة و جميع صغيرة فتركيز اليورية rumor جزيد لماذا؟ كميةيةhake اللي خرجت كثيرة نعرفين عشان ما تلغبطوش ان كلما الكمية الاملح تزيد معناها ان كمية المية قلت والاوزمولارتي عليت تمام اذا تقللت كمية المية خرقتها برا خرقت المية اللي كانت شايلة اليوريا وخرقت شوية اليوريا اه بس شوية صغيرين ما كفوش المية اللي خرجت فاليوريا هنا تركيزها زي ماشي وصلت لعشرين تمام ونزلت هنا انا عارفة ان دي السندن جنوب بفلوب الفنل بيعمل ايه بيعدي مية بس صح? قاعد يعديني شوية مية كمان واليوريا ما خرجتش لسه مكملة فعمل يخرج مية فاليوريا تركيزها عمالي زي يخرج مية واليوريا تركيزها عمالي زي حد ما وصلت لكان لثمانين اليوريا وصلت لثمانين وبعدين اما الجاية تطلع هنا ماشي الحتة دي بتعدي مية بس المية مش هتو الحتة دي بتعدي يوريا اصلي يوريا يوريا فيش مية الحتة دي بتعديش مية اصلي طيب الحتة دي بتعدي اليوريا ولكن اليوريا مش هتخرج بل بالعكس هتدخل ليه هتدخل أنا واحدة إزمالارتي بتعتي هنا 1200 طبام وأنا دلوقتي شوية اليوريا مشين هنا 80 غلبانين يعني 80 هيخرجوا على 1200 مستحيل ما اليوريا أملح برضو فهتزود الإزمالارتي أكتر فما ينفعش تخرجها على 1200 ف اليوريا اللي هنا شوية اليوريا اللي هنا هيعد عدوا هنا أهم يوريا بتدخل فالمهم اليوريا دخل التركيز هوصل لـ 600 80 وبقت 600 ماشية ماشية هنا خرقت إيه خرقت أملاح فالمية عملت زيد هنا مع اليوريا برضو يبقى اليوريا والمية زايدة والاتنين فراكن المية زايدت بدرجة أكبر مية زايدت كتير فخلت هنا دليوتت صح نحن نسألنا هنا كمية المية اللي هنا بقت دليوتت بقت مخفافة بقت هايبوتونيت فدولك اللي هي الكلكتينج داكت والبروكزمال كومفريوتي تبيول خلاص نحن نخرج شوية مية عشان مية كتير هنا خرجنا شوية مية تمام بتأسير الـ واليوريا مرضة ما عرفتش تخرج من هنا لأن هنا ما فيش بوابات خرج اليوريا تمام يبقى أنا كده وصلت إن المية خرجت من هنا واليوريا لسه هنا واليوريا تركيزها عالي نكوننا متفين أني وصلت 600 مهم؟ مية عماية تخرج واليوريا تركيزها يزي المية عماية تخرج واليوريا تركيزها يزي حتى ما وصلت لإنر ميدالرية إنا ميدالر داكت قررت خلاص يوصل اليوريا غلبانة فهخرجها هنا تمام لأن تركيزها عالي جدا فهتعدي باسفلي أصلا لأن تركيزها عالي جدا هنا هنا تركيزها عالي جدا جدا تمام فهتزود الأزمال التي اللي أنا عايزة بعدين كده السيكل خلصت كده السيكل خلصت في الكتاب ولكن عايزاكوا تاخدوا معلومة إن كمية من اليوريا بتروح للدم تاني عشان تخش تانية ويحصل لها فالطرف وكمية تانية كمية تانية اللي خرجت هنا إ custom بتخش هنا ليه بتخش هنا لن متفقين قلنا إن هنا لما اليوريا وصلت ل800 及 Keyülог كانت عايزة تخرج ولكن معرفتش بل بالعكس ده فيه اليوريا تانية دخلت لها leery جاءت من mille اللي دخلت لها دائك دخلت لها اليوريا اللي هي خرجت من هي اللي راحت ودخلت لها هنا. جزء منها يعني. اهو قالك خمسة خمسين في المية بيدخل هنا. عشان يخلي اصلا بدل ثمانين بقت ستمية. تمام? دي اليوريا سايكل. بيقول لك بقى ايه? اليوريا سايكل? دي سايكل اوف يوريا ما بين الانر ميدالري كوليكتنج داكت. اللي هي البيسي دي. اللي هي البيسي دي. والانر ميدالري انترستيتي. ماشي? اللي هي خرق. الكوليكتنج داكت خرجت للانترستيتي. وبعدين راحت لايه? راحت ويه? معانا. زي ما انا قلت. راحت للدسيندنج لامب افلوب افانل. احي. السهم الله ما المتقطع ده. تمام? راحت للدسيندنج لامب افلوب الفانل. وبعدين راحت لايه? الصين. السیندنج لامب افلوب ويهيك الصيننج لامب افلوب الفانل. والاauer ال ويهو الاخوة كليكتنج الانendarستيتيم. وهكذا وخرج التاني راحت اللي انا قلتلكوا عليه وهكذا يبقى هي ايه سايكل هي هي يعتبر بصو سايكل نشافيه طيب ده الكلام بقى بتاع اليوريا سايكل اللي انا شرحت على الصور بيقولك في البروكزي مالتيبيول اليوريا بتعدي باسفلي ماشي مع المية بعد الوطر يأبسر بشان يعني ولكن اقل من المية تمام فاليوريا تركزها بيزيد جوه عشرين لحد ما توصل لي البروكزي مالتيبيول بوصلة العشرين في اللوبوف هنا البقى انا دوقتي في الديسندنج اليوريا عشرين الوطر عمال يخرج ماشي فاتركزها زايد لحد ثمانين عند البنت عند اللي هي الحانية بتاعته دي تمام بعد كده انا روحت الاسندنج ريم انا في السين بورد اليوريا بتخش جوه اليومن ماشي مش بتخرج فها بيحصل سكريشان اليوريا من الانترستيتيام بخلاها ستمية تمام اللي هو اصلا كان ستمية بصو 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 هو ايه هو ما خلاهاش ستمية هو هي اصلا كان تبره ستمية تركيزها ستمية وجوه تركيزها تمانين فطبيعي هيدخل من ستمية للتمانين تمام هو ده قصدو الجوبنا دي معلش كده حسبها ان هي ستمية فالمهم يعني ان حصل سكريشان في اليوريا من الانترستيتيام اللي هو كان ستمية للتمانين فطبيعي هتروح من التركيز الاعلى التركيز الاقل طيب السيك بارت بقى ما بيعديش اليوريا اصلي تمام بس ولكن كان بيعدي املاح تانية زي الان اس الو يخلي المياه مخففة فالدستال كونفوليت التبيول والكورتكال كوليكتنج داكت والاوتر ميدالري كوليكتنج داكت امي سي دي تلاتة مع بعض ايه ما بيعديوش اليوريا فخلي اليوريا تزيد كوه الكنسنتريشان بتاعه ولكن كانوا بيعديوا مياه تحت سرق ادي اتش هرمون طيب الانر ميدالري كوليكتنج داكتر هي البي سي دي فيه بقى فريدي فيوشن اوف يوريا دو ميدالله بتساعدها الاد اتش هرمون برضو ماشي بيساعدها الاد اتش هرمون يبقى الاد اتش هرمون ساعد اليوريا فاني حتى ساعد الانر ميدالري كوليكتنج داكتر يبقى الاد اتش هرمون ساعد اليوريا فاني حتى الانر ميدالري كوليكتنج داكتر فالمهم رفع الديب ميدالري كوليكتنج داكتر بس بيقول لك بقى شوية كمان يحصل لهم امتصاص تاني وكده ما دي مش تتذكرها شو كتاب انا بس عرفتها لقو عشان الرسم اتضغبطوش فيها طيب بيقول لك بقى ايه اهمية اليوريا سايكلنج دي بقى بيقول لك ان انا عملت انتراب لليوريا بتاع الانر مدالة فلما عملت كده زودت الكنسنتريشن بتاع الانر مدالة زودت الاسمولارتي هو ده اللي انا عايزيه ماشي مش ده اصلا هدفي هدفي من الاول انا زودت الاسمولارتي وقالنا عن طريقها اتاني كونتر كارنت ملتبلاير سيستم وليوريا سايكل وليوريا سايكل زودت الاسمولارتي زي ما نعايز والكونتر كارنت ملتبلاير سيستم زودت الاسمولارتي زي ما نعايز طيب كويس بقى بيقول لك بيشتغل كونتر كارنت ملتبلاير سيستم مين اللوبوث هنالي تمام طيب ascending limbo of loopo بالتجاهل الكبيرة زودت الاسمولارتي زودت المкивora الشلي ركزت الاسمولار الذي ياضي مياه وليللللللللللللللر أمان لا يعيد درد علم مياه في الاسمولار ك大يرين ميععدي مياه في الاسمولار أو ماء أو طبع كتاب مباائن حماية من C LOOK A tomorrow كان بيعدي ايه? ايوة كان بيعدي املاح وما كانش بيعدي مي. يبقى كده اول حاجة خلصناه ناقص حاجتين وهم سلايدين اصلا واخلصوا فساني. طيب اللي هما اول حاجة ايه هي الاول حاجة اللي احنا خلصناه اللي هي ازاي نعمل تاني حاجة عايزها ان انا حافز على الازموت عن طريق ايه? عن طريق حاجة اسمها فازا ريكتا. الفازا ريكتا ديك بصو. فازا ريكتا ديك هي عبارة عن كابيلاري. ماشي. كابيلاري بتبقى حوالين اللوبوف هانل. بصو اللوبوف هانل هيك. فازا ريكتا كابيلاري ماشي حوالها كده. تمام? ماشي حوالها بالضبط. اسمنا اقول لكم صورة. ما فيش صورة هنا. ماشي. بصو. يعادة يعني عن مثل. بصو. اللوبوف هان اللي هو. الفازا ريكتا. كابيلاري كده ماشي معها. ماشي معها بالضبط. كده بالضبط. تمام? ماشي. بيقول لك بقى صفات الفازا ريكتا ديك هي بتحافظ لنا اصلا على تمام? هي كابيلاري. كما انا قلت? قال لك حكتمهم من اول? كاونتر كارنت اكس تشينجر سيستم. يبقى مين الملتبلاير سيستم? اللوبوف هانل. مين الاكس تشينجر سيستم? الفازا ريكتا. عشان ممكن يجي امسكي ويقول لك مين الاكس تشينجر ومين الملتبلاير. تمام? عشان ايه نبقى غديم بنا من الالفاظ دي. طيب بيقول لك ان الكابيلاري بتعدي سلوت سووت. ماشي? هي الكابيلاري هيك. دي الكابيلاري بتعدي املاح وبتعدي مين. بيقول لك بقى ايه? السلوت بتخش الديستيندينج فازا ريكتا. والواتر بتسيبها. بصوا هنرسم اللوبوف هانل بنول دي الفازا ريكتا. تمام? وبعدين اللوبوف هانل ايه. ماشي? ونفرض انها كده يعني. ايه دي عندنا الدسيندينج فازا ريكتا دي. الميا نازلة فيها. هلنا مليون الدم نازل فيها. ماشي دسيندينج فازا ريكتا الدم نازل فيها. دي دسيندينج فازا ريكتا. بيقول لك بقى ايه? ان الاملاح بتخشها. والمية بتسيبها. فكرتكوا بايه? فكرتكوا بالديستيندينج لوبوف هانل بيسيب مية ولكن ملوش دعو بالاملاح. المهم. المهم ان هي بتبقى شبه شبه شوية الايه اللوبوف هانل. ازاي? بيقول لك. ان الماء عملا تخرج منها. اعتبر دي برضو زيها. الماء عملا تخرج. ولكن دي زيادة عنها ان الاملاح بتخش. تمام? طيب اليمة التانية. الاسسيندينج لامبوف لوبوف هانل كان اللي بيخرج الاملاح. فدي بردو زيها. الاملاح عملا تخرج. ولكن زيادة عنها ان الماء عملا تخش. تب هي اللي بتعمل كده؟ بتعمل شبه اللوبوف هانل. عشان تحافظ على ازمات الجريديين. مهما هي بتعمل شبهه تمام علشان تحافظ على قزمت الجريدي طيب يبانقول تاني هي شبه الايه شبه اللوب في هنل نقولنا ال descending line بوب في هنل كان بيعمل ايه بيخرج مياه فدي كمان بيتخرج مياه ولكن بتدخل املاح معي طيب على عكس اللي هو الان يما التانية اللي هو ال ascending ال ascending line بوب في هنل كان بيخرج املاح فديك اللي هو ال ascending فزاركتا هيخرج املاح ولكن هيدخل مياه معي اهو بس دي اللي هي البوزرك. طيب اخر حاجة بقى اللي هو دور الهرمون بيقولك دور الهرمون اربع حاجات واحنا ممكن نستنتجهم اصلا من الشرح اللي احنا قلناه. اول حاجة ان هو بيساعد الكو في الهرمونو. شفتوه Yep jour째 ان الهرموني هو الاسمبيلين بوفلو مالزو الى ان يخرج لنا الدور وكولورايد وبوتسيام؟ يكون ات線 فيها الهرمون. يعني التلاتة بيخرجوند. يعني كو في الاغسيما واحدة بتخرج قولورايد يقول لك بقى ان الموضوع ده بيحصل عن طريق مساعدة اليد اتسيوم ويبقى اول حاجة ان هو بيساعد لسندنجي لمبوف لوبوف هنا في الكوترانسوبورت بتاعة الواحدة صوديوم واحدة بوتاسيوم اثنين كولورايت طيب قال لك كمان ان هو بيزود الووتر بالميوبوليتي في الكورتيكال والكورتيكال اللي هو المعلقة ديستال تبيول تمام دي 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 المهم ديستال تبيول والكورتيكال كوليكتنج دك اللي بتقلل الفوليوم اف ووتر ديليفرد توزا ميدالله بيرفع الكونسنتريشن اف يوري زي ما احنا قلنا ان هو بيفتح البوبات بتاعة المية بتاعة لما كان بيوصل لهم مية مخففة والايد اتشي بيساعدهم ان هما يخرجوا المية دي دي صح يا دي تمام قال لك كمان ان هو بيزود اليوريا برميابلتي تحت احنا قلناها برضو في اليوريا سايكل قال لك اليوريا برميابلتي في الانر ميدالري كوليكتنج دك لما بتيجي حصلات دي فيوزن للانتر سيديم هو بيزود اليوريا برميابلتي وساعد اليوريا نهية تخرج فبيرفع الميدالله لأوزمولارتي تمام يبقى احنا كده قلنا ثلاث حاجات رابع حاجة بقى ان هو بيقلل الميدالله بلوت فلو بيقلل البلوت فلو ليه علشان الميدالله لما بييجي سريع بيعمل ووش للأوزمولارتي يعني بياخد الاملاح معاه بيعمل ووش تمام فانا دلوقتي اعمال اعمل أوزمولارتي وفي الاخر البلوت ريزل يجي يعمليه و لا فهو بقى بيقلل الايه البلوت فلو بيخسل الاملاح اللي انا عمال اعمل لها اوزمولارتي دي اللي انا عمال اخرجها عشان اعمل اوزمولارتي وعمال اشتغل ده كله في الاخر البلوت دي يجي بوزن لا فالايدي اتش هرمون بيساعدنا في الموضوع ده يبقى ايدي اتش هرمون بيعمل اربع حاجات اول حاجة احنا هاخدهم بالترتيب لساندنجل أوكليبوفانيل بيساعده في الكو ترانسبورت صوديا مبتسم 2 كل ريت صوديا مبتسم 2 كل ريت طيب قالك كمان ان هو بيزود عندنا هو ال Williams والمي يزود البرميابيرتي بتاعت المية تمام فبيساعد ان هو يزود تركيز اليورية حد ما توصل لين توصل ليه الانرمو دولاري الانر مو دولاري كولكتنجدقت فيقوم جاي مساعدها ان هي تخرج اليوريا اللي فيها واخر حاجة بيقلل المي دولاري بلات فاجريباء علشان يحافظ على المندالي ومحصلهاش وجد بالهاي بلاد فلو. ناخد كويس. بيقول لك اكوردنج تول ايدي اتش هرمون اول ارترو اكسيبت. بيزود الواتر برميابلتي في الديستال كونفلييتو تيبيول والكورتيكال كوليكتنج داكت. اه صح هو بيساعدنا. تمام. بيزود اليوريا برميابلتي في الانر مندالي كوليكتنج داكت. ايوه صح هو بيخرج اليوريا. طيب بيقلل المندالي بلاد فلو. ايوه بيقلل المندالي بلاد فلو. بيعمل استيمليشن استوديا متاسم 2 كولوريد كونتر ترانسبورد. غلط. كو ترانسبورد. كو. هو الفيزيو كرياتف كده في الاسدقل. احب يسعر في الحاجات اللي هي ايه? اه ما بين السطور دي. طيب الفوزاريكتا از كونتر كارنت ملتبلاير سيستم. ولا لونج كابيلاريس ولا لارج بلاد فيزلس ونانو في زباف. من شطر اقولها? لونج كابيلاريس كونتر كارنت ملتبلاير سيستم ديفا? لا هي اكس اتشينجر. طيب لارج بلاد فيزل هي لارج بلاد فيزل? لا هي كابيلاريس. يبقى لونج كابيلاريس هي دي اللي معين. تمام. لا بصون مش هنحلي داك دوقتي. هنحلي نلاقي ايه? امان خلص. انا كده يعتبر دوقتي ايه خلصت. تمام? ولكن هراجع بس مراجعة ان شاء الله مش هتاخد. تلت دقايق. ماشي. علشان نبقى ايه نسكمنا الدنيا في المجل. قلنا في الاول ايه? قلنا الوطري ابسوربشن حاجتين. لاما ايه? لاما ايه? لاما فاكيلي تيتوف او اوبشنال. ايه حسنا يا وليد عشاء الجامعة جميل. طيب قلنا الاميكانيزم اوطري ابسوربشن عندنا ابليجاتري اوبشنال. الابليجاتري سبعة وثمانين في المية من المية. وقلنا بيحصل في حاجتين. بروكزملكي بيول واللوبو فيول من 6 Grant breaker 65% من هم بيحصل بالاسموزز. واللوبو فين عندنا ديسسندينك واسن. الدسسندينك خمسة وشرة في المية. بيحصل ازاي? بيحصل او لا 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 يعتمد طيب قلنا الديبيول والتيبيول تبقى ايه بتعدي المياه تحت وجود الاده وعشان ايه في اكواب رين اثنين وقلنا 13% طيب قلنا الميكانيزم قلنا اول حاجة انكيدني ممكن تخلي يوصل 1200 ودليوتد يوصل وقلنا كمان ان الحاجات اللي احنا عايزينها ثلاث حاجات نحن نعمل مدالر جريدينت حافظ على الجريدينت ودور الايدي اتش هرموه اول حاجة نعمل مدالر جريدينت يعني ايه يعني احنا نزود الاوزمولاريتي من 300 عند الكورتيكو مدالر جونكشن 1400 او 1200 عند التب بتاع رينا البابيلي وبنسميهاش الميكانيزم عندنا حاجتين كونتر كارنت ملتوبلاير سيستم واليوريا سايكل كونتر كارنت ملتوبلاير سيستم اللي هو هو سيستم بيبقى فيه اليورين بماشي باراليل ورايب من بعضه خمس حاجات اول حاجة الاكتف ترانسوبورد في ده الكي فاكتور بيعدي الان سيئل من سيك اله لحد ما يخلي الهوريزنتل 200 تمام ولما يعمل كده ما بيعديش مية تمام ولما يعمل كده فيخلي المية جوا كتير قوي فيخلي المية مخففة فتوصل الهوريزنتل بيورو ومية مخففة فالهده هرمون يجي يساعدهم ان هما يخرجوا المية ديك فيزودوا تركيز اليوريا فتوصل اليوريا مركزة جدا في الانر مدالري كوليكتنج دكت طيب ون تاني سبب معنا والتاني حاجة عايزينها هو الدفرنت وترسلود برميابيريتي ما بين اللوب وفهنل واحدة بتخرج مية واحدة بتخرج أملاح بس طيب الكاونتر كارنت فلوق اللوب وفهنل قلنا ان الديسندنج لمب بيخرج مية بس فبيزود الاسمولاريتي جوه حد ما توصل 1200 الاسندنج لمب بيخرج أملاح تمام؟ فيزود تركيز الأملاح في الانترستيتي طيب قلنا بيعملوا ايه؟ بيخلوا الهايبوتونيك بيخلوا الهايبوتونيك في الواد اللي جاي لهم يخلوا ايه؟ ايزوتونيك عن طريق مساعدة ايه؟ تمام؟ فيزودوا تركيز اليوريا فايخلي اليوريا مركزة توصل ليه المدللري اللي هو الانتر الانر مجالنيك فحتح الانر مجاللكتينج داكت فهتخل الانر مجالكتينج داكت تحميل ايه باiously تم جايassis منств الانر مقدولى الهخيلique فتزود الاسمولارت عن طريق 말씀 ى الإكول بريتينج具يس طيب قلنا اليوريا سايكل يا سايكل في اليوريا ما بين الانر الانكلتينج داكت والانترستيتي والدستل والحتوانيج الأملاح سواء كان كورتيكال وبعدين اوتر مدالري وبعدين انترستيتي وهكذا قلنا كمان ان اليوريا ديك البروكزمال تبيول بتعدي اليوريا زي باسف لي مع المية فبس كمية اليوريا بتعدي اقل من كمية المية فزاوة تركيز اليوريا جوا يصل لعشرين فتنزل لوبوفانل في الديسننج لوبوفانل بيعدي مية بس بيخليها تمانين طيب في الاسننج لوبوفانل السن بارت يوم جاي ايه اليوريا بتعدي من برة اللي هو تركيزها ستمية لجوا اللي هو تركيزها تمانين بسف لي بعد كده السكبارت ما بيعديش يوريا اصلا ولكن بيعدي اعمل Grey حتى مصل اللي ازيد الانر مدالا كوليكتين Die Woq لما يوصل الانر مدالة الكوريكتنج دكت بقى بمساعدة ايدي اتش هرمون اليوريا تعدي طيب اهميتها ان هي بتساعد ان اليوريا تبقى موجودة في الانترستيتيم وكمان فتزود الايه الاسمولاريتي اللي احنا عايزينها طيب قلنا بقى ان احنا نحافظ على مدالة الجريدية ثاني حاجة عزينا نحافظ على مدالة الجريدية حاجة اسمها الفوزوريكتن هي لونج كابيلاريس سميناها counter current exchanger system لان الحاجة اللي فيها بتخرج املاح بتدخل مية والحاجة اللي بتدخل مية بتخرج املاح قلنا ان هي زي ايه اللوبوفانل الدسيندنج هتقوم جاية مخرجة مية ولكن مكانها هتدخل املاح والأسيندنج هتقوم جاية زي الأسيندنج لوبوفانل هتقوم جاية مخرجة املاح ولكن مكانها هتدخل مية كمان قلنا وده جمعنام المحاضر بيعمل كو ترانسوبورت الهن اي وك واتنين سي ال كمان بيزود الوتر برميابيريتي في الكوليكتنج داكت والكورتكال كوليكتنج داكت والدستر كومفيديت تيبيول كمان ان هو بيزود اليوريا برميابيريتي في الانر مدالر كوليكتنج داكت كمان ان هو بيقل البلوت فلو عشان يقل الووش بتاع الاملاح اللي احنا عايزين نعمله طيب والناس وقالين دول دولك اسئلة حلوها كده مع نفسكو اختبروا نفسكو اللي مش فاهمين ولا حاجة اكتبولي في الكومنت طيب دي اي دي المين بوينت اللي انا عايزاكوا تطلع ايه من المحاضرة منها ان شاء الله طيب ايه بس ايه لما تخلصوا المحاضرة شايقوا على المين بوينت داك وعرفوا ان انتوا عارفين كل حاجة فيها الحمد لله خلصنا المحاضرة طورت اهيه اسفى يا ولاد لو طولتوا عليكم معلش ولكن كان لازم افهمكم ان المحاضرة بصراحة محتاجة فيها وكان لازم عادلق اكتر من مرة عشان بس اتعرفوا المحاضرة مش ازاي يلا بالتوفيق